أشب من شارقي مش موجود زي ما قلت الحردك يعني السنالي محمود حمدي الوينش طارق حامد تراجع اداء زيزو انا معاك يعني انت بتتكلم زي الفل ان اللعيبة للشباب كان لازم تبني عليها وكان لازم يبقى لهم وهم كان لهم دور كبير جدا في حصول الزملك على الدوري والكاس السنة اللي فاتت بس في نفس الوقت الاربع خمس لعيبة اللي قلت اللي حضرتك عليهم دول يهدوا اي فرقة واحدة واحدة فضل لما ميشي طريق حامل مش ده من بداية اللي انت بتقول بقى اللي هو قص لأ ساسي أما ميشي السنة اللي قبليها فرجاني ساسي اه ايه اللي حصل خده دوري يعني ما اصرش بدأت انت بس ده كان في عهد اللجنة ما هو السنة اللي قبلي اللي فاتت تعال السنة اللي فاتت بقى مين ميشي طريق حامل وابو جبل ازا مالك خد كاسه دوري تمام ولعب مكانه محمد عبدالغان اللي بيلعب مساك يعني ان ده اللي يدل ان اي حد يلعب في المكان ده مش عايز فلسفة اي حد بيعرف يقطع كرة ويعرف يستلم هيلعب فيها وهيجيد واخد بالك هو اللي يقصر بين شرقي ولكن انت خدت بيه كاس ومشي بعد الكاس كملت في الدوري اه بس انت كنت راكب في الدوري معلش ايه وحالتك المعنوية وحالتك الفنية مخليك راكب الدوري لا ما كنتش لسا ركبت الدوري كنت الى جانب تراجع اداء النادي الاه برضو هقولك على حاجة اللي هي الاهم احنا قلنا المكانة كانت منطلع وماشى تمام بس انت خدت دوري من غير اشرف بن شارع وما فرقش ايوه كان اشرف بن شارع مخلص معاك الدورة كانت بنسبة لا لا يا حبيبي لا 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 اشفوله يقصب بالتاري يمشي وكان فضل كم ماتشار حوالي 8-9 ماتشار وكان كلهم ضرب نار وكان ازا مالك وقتها يعني ترتيبه عامل ازا واخد بالك اه وشوف فرق النقاط كانت واخد بالك فانت لما هو مشي انت محسيتش ونسيت حاجة اسمها قشف بن شارع لان المكانة مطلعه ماشي واللعيبة بتلعب والناحية التانية ونوسف اسامة غطى اي حد بس اي حد كان بيلعب بينزل بيجيد احنا بنقولك ايه المعنويات عالية واللعيبة الشباب شالوا الفرقة خلي بالك سبب من اسباب رجوع مستوى اشرف بن شارع الفترة الاخيرة هو وزيزه لما دفع بالشباب في مطش الاهل 2-2 هزوا هزوا العرش بتاعهم لان ده الوقت الراجل لان قلبه جمد انا لعبت النادي الاهلي وفي المطش ده الاهلي هو اللي اتعدل معايا خلي بالك وفي نقطة كمان ان انا طلعت في المطش ده زيزه وبن شارعي في الممبارات اتنين اتنين دي اللي كان مسجها سامة امساط فايزا ان اللعبة دي خلت قلبي بعزها الحديد فما عنديش حد نجم فاللعبة دي خافت اول هام اشرف بن شارعي خاف على العقد بتاعه مع الفرقة اللي رايحها فلازم يبقى كويس فشد ليه لان لو قعد كانت تبقى مشكلة ممكن ميروحش الفرقة اللي هو رايحها فبدأ يشد زيزه لما حاس بخطر ان فيه واحد اسمه سيد نمار وشكبالة موجودين في الحتة دي وممكن يبقى صعب يلعب شد يعني اذا ان النجاح بتاع الشباب اللي هو جددلك الحيوية والنشاط وقلبلك الموازين لان انت عارف طول عمر ناد زمانك ان النجم خلاص محدش بقى نجمه ومحدش يقدر يجيجي نحيته اللعبة دي قلبت الموازين فخلت ان كل واحد لازم يخاف على مكانه خلاص خلصنا من دي تعالى بقى من اول الموسم انت بتلعب وكان الونش بيلعب مم بقى انت ات مطش الهلال السوداني الهلال السعودي منت قصرانه الونش موجود صح صح ودخل فيه جنم العمق يعني من قلب دي طبعا الونش العين بس الونش فرق مع الزمانك حبيبي ماشي يعني مش عشان مطش بقى او مطشي لأ انا عايز اقولك يعني ايه يعني اذا انت طالما ان انت بتلعب حتى لو عندك نجم النجوم انت لازم بتكون مقام من نفسك كشكل التقيم كابت الرضا هو انت اقولت حلتك حاجة مهمة جدا في بداية كلامك ان انت اولا الشباب كانوا شايدينك انت اعتهم لمصلحة الصفقات الصفقات اللي جات ما شليتكش لغطت على الشباب ولا غطت على اللي مشهم فبالتالي وجهت الازمة دي دي رقم احنا قلنا دي رقم اتنين مش رقم احنا قلنا رقم واحد اه الصفقات رقم اتنين الشباب لا رقم اتنين الشاب رقم تلاتة بقى الاهم طريقة لعبك انت فين شخصية نادي الزمالك فين انت ضيعتها ضيعت الهوية بتاعت نادي الزمالك